السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة واسأل الله الكريم للفترة لزوجك ان يكف عن التدخين ارى التدخين كيكون من العصب اكيد ان ما عندكم ولدات والمهمة دي لك مريضة فازهايمر والزوج تغلب مع الزمان وكي يخمم هنا وكي يخمم هنا كي يقول اجنس على الشجارة باش ننسي الهموم يظن بان السجائر تنسي الهموم وهي تزيد في الهموم وتهلك الصحة وتهلك الجيب وتزيد في العقد والعياد بالله فالانسان عوض انه ينسي بالسجائر احسن طريقة نسي بها الهموم وهي ذكر الله اعظم طريقة نسي بها الهموم ذكر الله كم ناخد تسبيه كم ندكر الله تعالى والامر المهم اللي بغي نسي الهموم نهائيا هو ينشغل بطلب العلم الشرعي اعظم سبيل ما يكونش عندك الهم ما مساليش ما عندكش الفراغ ما عندكش الاكتئاب ما عندكش القلق هو ينشغل بطلب العلم الشرعي أعظم أعظم علاج لبغى العلاج الكامل للدماغ للنفس للروح للعقل لكل جوارحه ينشغل بطلب العلم الشرعي يقرأ يتعلم ويعلم يتعلم ويعلم هذا العلاج العظيم الأعظم فأسأل الله الكريم لن لفتنا من واتزم نسأل الله تلان يحفظك ويرعاك ويسعد قلوبكم وتحية كبيرة لكل ساكنة واتزم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله